حاسبي الله وانعمل وكيل في طمع التجار لما العجين ده كله هيترمي لما اصرف واكلف سمنا بلدي وعجوة وقشطة وحليب واعمل العجينة وفي الاخر اكتشف ان دي مدود والقرس فيها دود حاسبي الله وانعمل وكيل طبعا انتو عارفين ان انا بعمل وصفات على قناتي او طبخفة اشتريت شكار الدقيق عشان ابتدي اعمل القرس بقى للشتاة واعمل شوية فطير اعمل العيش فجبت شكار الدقيق شكار الدقيق دي انا مشتريها من 3 ايام بالزبط من عندي تاجر وحسب هالي غالي جدا تاجر بتاع علافة اللي بيبيع الدقيق والبكوليات والحاجات دي فقال لي ده انضف دقيق عندي وكده وبتاع فانا طبعا جبت المنخل المنخل اللي عندي الخرام بتاعته او السلك بتاعته الفتحات بتاعته واسعة فلما جيت نخلت الدقيق ما ظهرش فيه اي حاجة خالص كان فيه دود دود صغير جدا وابيض لونه ابيض زي الدقيق والدود صغير جدا فوقع على الدقيق اللي تنخل او وقع يعني حتى لو دي مدود لما تيجي تنخليه مش هيبقى في المنخل لازم مصفة تكون دايقة جدا وتنخلي بيه عشان تمسك الدود ولو انت نخلتي جامد بالمصفة هتلاقي الدود نزل برضو في الدقيق هنا كنت انا بصور القرس الفلاحي حاطيت زي ما قلتلكم نخلت الدقيق في المنخل كبير فالاخرام بتاعته واسعة فالدود ما بنش وقع كنت بقى مسياحة سامنة بلدي كنت احط عاملة كمية كبيرة اتنين كيلو سامنة بلدي مسياحاها وحطت السمسم وحطت اشتا وحطت سكر ولب الرايب زي ما انتو هتشوفو كده المفروض يا جماعة من التاجر ده لما كنت بروح السوبر ماركت الكبيرة كلها ما كنتش بلاقي الرز ولا الزيت كنا بنلاقي الحاجة عنده متوفرة بالشكاير ما كنتش اعرف ان التاجر ده جاي بالحاجة وركنها عنده مدة طويلة عشان يبحها بسعر غالي ويستغل فرصة ان الرز والزيت والضييق مش موجودين او الحاجات دي بتباها بكلوات معينة لكل فرد وفعلا الفترة دي فيه نقص في الرز والزيت والضييق في كل المحلات الكبيرة فطبعا احنا فرحنا لما لقينا بيقول لنا هتديكوا الشكاير اي نعم اتباع لنا الحاجة بسعر غالي بس ما كنتش نعرف بقى ان الحاجة دي بقى لها فترة وان هو مخزنها عشان يستغل رفع الاسعار اللي احنا في ده او يباعوا الحاجة غالي عشان مش لقينها في المحلات ففعلا جبت من عمده شكاير رز وجبتش كارت الدقيق دي من 3 ايام وعملت القرص وطبعا بما اني ان انا نخلت الدقيق في المنخل وما شفتش فيه دود يعني الدود ممسكش في المنخل عشان صغير بين لما عملت القرص وحطتها في الصجر انا بقى كنت خلصت العجين وسبت القرص خمرت والحمده لله ان انا وانا راحة اسويها بصيت فيها كده لقيت بقى كم قرصة كده فيها كم دودة من فوق الوش طبعا لما خمرت العجينة نشفت الدود الابيض بان من فوق الوش في العجين عايز اقولك انا شفت شكل الدود في العجين لقيت كم قرصة فيها كم واحدة انا تجننتي طبعا انا منقية السمسم وكل حاجة انا شايفها بعيني رحت بقى على شكارت الدقيق وجبت مصفة سلك ديقة جدا مش بالمنخل وهوريك انا شفت ايه في الدقيق عايز اقولك لو انتي بتشتري الحجب شكاير وزي الراجل ده اللي معندوش ضمير او التاجر اللي معندوش ضمير ده بيبيع الحجب الشكاير بيباحها اغلى من برة بمراحل عشان السلع مش متوفرة عاوز اقولك ان الحجل في الشكاير دي مدودة زي ما انتو شايفين انا بنخل الدقيق بنخله وبسيب شوية دقيق في الاخر عشان لو فضلت انخل الدقيق كويس الدود هينزل في الدقيق زي ما حصل بصوت لقوني كده بسيب شوية الدقيق في الاخر عشان اوريكو الدود اللي هيطلع تمام لكن لو انتي جبت المصفة او المنخل وعاكت انخله كويس الدقيق الدود هيقع جوا دقيق وهوريكو حجم الدود شكله قد دقيق صغير قد دقيق في الدقيق خدوا بالكو التجار عشان طمحهم سابوا الحاجة لحد ما دودت هجيب الطبق وهنخل بقى الدقيق عشان احاول ابين لكم الدود اللي هيطلع بس مش هنخله قوي عشان ما يقعش في دقيق تاني بصوا ادي الدود اللي في الشكاير بصوا انا عاملة زوم ومكبرة لكم حجم الدود بصوا صاحي الشكارة كلها مدودة انا اول مرة عرف ان دي بيدود التجار سابوا البضاعة الدود عندهم وبيبيعوها غالية وبيستغلوا حتة ان الاسعار رفعت خايفين يبيعوا الحاجة وبيبيعوها للناس غالية بالمنظر اللي انتو شايفينه ده حسب يالله ونعمل وكيل في كل التجار اللي ما بتتقيش ربنا عايز اقول لكم رفض يرجع شكارة دقيق التاجر وقال انت مش واخدها من عندي رفض ياخدها وبيتكلم بقى بزعيق والشكارة دي مش بتاعتي وشوف انت الشكارة المدودة دي انت جايبها منين عايز اقول لكم ان انت لو فضلت تنخلي فيه الدود بيقع في المنخل مع الدقيق انا حبيت اعمل الفيديو ده عشان انبه الناس من التجار عظيمة الضمير زي ما انتو شايفين انا باز مني سمنة وتعبي ومجهودي كنت بصور فيديو عشان انا اتزيله لشغلي ورحت السمنة على الارض والسمسم واللبن والاشتا يعني حاجات خسرت حاجات دخلة في 600 جنيه حسب يالله وانا اعمل وكيل فيه مش اقول اكتر من كده وفي كل تاجر ما عندهوش ضمير وما بيتقيش ربنا اشتركوا في القناة